دعت مقررات الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها حتى تتصارع لقرارات محكمة العدل الدولية وقالت البانيز إن إسرائيل كثفت هجماتها على مدينة رفح الفلسطينية في تحدي صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية لوقف عمليتها في المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة مطالبة دول الأعضاء بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة